طيب سوى الصلاح حاجة نتكلم مع حضرتك عن دوافع التحركات المصرية في لغة العلاقات الدولية دائما تحكم المصالح ما بين الدول العلاقات بشكل عام سواء تحقيق مصلحة أو يكون فيه توازن القوة أو لها نظرية الواقعية لكن أعتقد أن مصر لها دوافع مختلفة شوية في التعامل مع القضية الفلسطينية طبعا مصر دوافعها وطنية وقومية في المقام الأول مصر طوال تاريخ القضية الفلسطينية هي داعم رئيسي لهذه القضية مصر قدمت الكثير من أجل القضية الفلسطينية بدءا بحرب 48 وانتهاءا بما يحدث الآن مرورا بالحروب التي خضتها مصر كانت في القلب منها القضية الفلسطينية بطبيعة الحال الحروب التي خضتها مصر قدمت في سبيل هذه الحروب حوالي 120 ألف شهيد معظمها لم تكن مصر طرفا رئيسيا لكن أجبرت على دخول هذه المعارك لأنه بالفعل كانت ظروف التاريخية في ذلك الوقت ظروف حاكمة أعتقد أنه الآن ظهر للعالم وظهر لجميع دول المنطقة بأن مصر أجنداتها وطنية وأجنداتها قومية في المقام الأول وأنه أمن المنطقة جزء من الأمن القوم المصري بما فيها القضية الفلسطينية مصر عندما تحركت وعندما تتحرك لا تتحرك أبدا من منطلق مصلحة ذاتية أو مصلحة تهمها في المقام الأول هي الآن تتحرك من أجل صالح الشعب الفلسطيني حتى عندما خاض الرئيس الراحل أنور السادات مباحثات كام ديفيد كانت مباحثات مينهاوس لو حضرتك تذكر كان جزءا منها القضية الفلسطينية ووضع عالم فلسطين في مينهاوس لكن الوفد الفلسطيني في ذلك الوقت لم يأتي ولم يحضر هذه المفاوضات فالقضية الفلسطينية في القلب في الإدارات المصرية كانت تنظر إلى القضية الفلسطينية باعتبارها قضية وطنية وقضية قومية في المقام الأول إلى جانب أن رئيس عبد الفتاح السيسي لو حضرتك رجعنا بداية هذه الأزمة تحديدا بعد عملية 7 أكتوبر كانت الرؤية المصرية واضحة يعني مجلس الأمن القوم عقد اجتماعا خرج بمجموعة من التوصيات لعل أهمها أن القضية الفلسطينية لا يمكن تصفيتها ومصر لن تقبل أبدا بتجاوز حدودها وأن الحدود المصرية خط أحمر وأن مصر ضد تصفية القضية الفلسطينية وضد تهجير الفلسطينيين الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر عن ذلك عدة مرات في عدة مناسبات عندما كان يلتقي أحد من الزعماء والرؤساء كان يوضح له هذه الرؤية بشكل واضح وأن مصر مع حل الدولتين باعتبار أن حل الدولتين هو الحل الأمثل لهذا الصراع مصر هي التي أقنعت العالم بتغيير وجهة النظر لو حدودك تذكر في بداية الأحداث كان الحديث عن ممرات آمنة لخروج الفلسطينيين من قطاع غزة مصر تصدت لهذا المخطط لأنه كان بالفعل مخطط خبيث يستهدف تصفية القضية الفلسطينية ويستهدف تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة على حساب مصر وعلى حساب الأردن فمصر تصدت لهذا المخطط ورفضته تماماً وبالفعل تغيرت نظرة العالم ورؤية العالمية أصبحت الآن تتحدث عن حل الدولتين وتتحدث عن ضرورة إيجاد حل القضية الفلسطينية هذه الرؤية المصرية انطلقت من قناعة مصر وضرورة أن يتم حل هذا الصراع على أسس سليمة على أسس يعني يتم من خلالها تفعيل مقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن الدولي فرؤية مصر كانت واضحة منذ البداية وحتى الآن ولم تتغير على فكر رؤية العالم تغيرت لكن الرؤية المصرية سابتة الموقف المصري سابت وأصيل حتى أنه الآن عندما يتم الحديث عن حل ومصر بزلت جهداً في سبيل عدم تعريض سكان رفحت الفلسطينية تحديداً لهجمات جديدة لأنه مليون واربعة من عشرة من المواطنين العزة للمدنيين لا يمتلكون أي نوع من أنواع السلاح كانوا معرضين بالفعل أن يتم إزهاق الكثير من أرواحهم نتيجة الصلف الإسرائيلي وصلف حكومة بن يمين نتنياهو أعتقد أن القاهرة تصدت لهذه المخططات والجهد الذي بزل من جانب مصر من أجل تفعيل عملية الهدنة بين الجانبين هو الهدف الرئيسي منها حماية أرواح الفلسطينيين حتى لا يتم إزهاق المزيد من الدماء الفلسطيني